تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الخوف من الله هو الذي يهذب سلوك المؤمنين ويجعلهم في عبودية صادقة لله رب العالمين ولن تجد إنسانا يخاف الله إلا وجدته أعث الناس لسانا وأثبت وأصدقهم كلاما وبيانا وأحفظهم لحجود الله عز وجل في قوله وفعله ولن تجد إنسانا جريعا على حجود الله ومحارم الله إلا وجدته ناقص الخوف من الله فنسأل الله العظيم رب العرس الكريم أن يكمل خوفنا وخوفكم وأن يجعل هذا الخوف مساك أن يجعل قلوبنا مساكنا للخوف منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر